صفقة تسليح أمريكية محتملة إلى فيتنام قد تثير المزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية وتهمش ما تبقى من نفوذ لروسيا في هانوي مصادر أمريكية ذكرت أن مباحثات تجري منذ فترة بين واشنطن وهانوي بشأن صفقة تسليح وصفتها بالتاريخية ووفقاً لهذه المصادر يعمل الطرفان على إيجاد آلية مرنة لتمويل الصفقة نظراً لعدم قدرة فيتنام على السداد بالطرق التقليدية وهو النهج الذي تعمل عليه واشنطن لتسليح الدول الحليفة لها في المنطقة مثل الفلبين وتايوان لمواجهة الصين وتشمل الصفقة طائرات F-16 وأجهزة لتحسين المراقبة البحرية وطائرات نقل عسكري وغيرها المباحثات بشأن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى بحسب مصادر أمريكية وسيتم إبرامها العام المقبل حال نجاح المفاوضات وتعد الصفقة نقلة في العلاقات بين واشنطن وهانوي بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين لأعلى درجة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فيتنام بداية الشهر الحالي ومن شأن صفقة بهذا الحجم إثارة المزيد من الغضب الصيني في ضوء خلافات متنامية مع فيتنام بشأن حقوق السيادة في بحر الصين الجنوبي الذي وسعت بكين من أنشطتها فيه كما تزيد الصفقة من قلق الصين من محاولات الغرب تطويقها عبر شراكات وصفقات مع جيرانها بالنسبة لروسيا فإن الصفقة تعني تقليل اعتماد فيتنام الحليفة للاتحاد السوفيتي السابق خلال فترة الحرب الباردة عليها في التسليح وتنفق فيتنام حوالي ملياري دولار على التسليح سنويا وتأمل الولايات المتحدة أن تحظى بحصة كبيرة من هذه المشتريات مع حلفائها الآخرين مثل كوريا الجنوبية والهند وتزايدت حاجة فيتنام للإنفاق على التسليح مع تصاعد التوترات في منطقة المحيط الهادي وتسعى بشكل أساسي لتحديث سلاحها البحري لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد قد dengan بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة